مات تربع وعشرين بعدين خرج يسوع ومشي من الهيكل فطلع تلميزه عشان يوروه مباني الهيكل فالوهم يسوع مات تشايفين دا كله الحق بقولكو انو مش حيتسيب هنا حجر على حجر الاو يتهد وهو قاعد على جاب ال الزتون تلعه التلميز على انفراد وقالوا قلنا انت دا يحصل وانهيت الزمن فجاءوا بيسوع وقلوهم بصوا محدش يتوهكو لان اختار حيقوا باسمي يقولوا انا هو المسيح ويتوهون اسقطار ويتوهون حروب واخبر حروب بصوا ما تترابوش لانو لازم دا كله يحصل ولكن لسه مش النهاية لانو عدقون بلد على بلد ومملكة على مملكة وعا تبقى في مجاعات وامراد منتشرة وزلازل في اماكن ولكن دي كلها بايت الاوجاع وقتها يسلموكو الجيء ويقتلوكو واعتبوا مكروهين من كل الشعوب عشان خاطر اسمي وساعدها حيقان اسقطار وحيسلموا بعضهم لبعض وحيكراهوا كل واحد التاني وحيطلع عن باية كدبين كتار ويتواهوا ناس كتار ومن قدر الخطيئة حتبرى بمحبة ناس كتار ولكن اللي حيصبر لحد النهاية فده حيتنقص وحيبشر بالاخبار المفرحة بتاعت المملكة دي في كل الارض اللي سكنها شهادر كل الشعوب بعدين تيجي النهاية فلما تشوفوا نجاسة الخراب اللي قال عنها دنيال النبي وقف في المكان المقدس ياريت اللي بيقره يفهم فوقتها يهرب اللي في اليهودية للجبال وقف في المكان المقدس ولا على السطح ما ينزلش عشان يأخذ حاجة من بيته ولي في الغيب ميرقعش وراه عشان يأخذ هدومه ويويل الحوامل واللي بيردعو في الايام دي وصلوا عشان ما يبقاش هروبكو في شتا ولا في ثبت لانو حبا وقتها دي عظيم ما كانش زيه من بداية العالم دي دلوقتي ومش هيبقى ولو ما تأثريش الايام دي ما كانش جسم ينجى ولكن عشان خاطر اللي اخترهم الله عتتأثر الايام دي وقتها لو قالوكو حد اهو المسيح هنا او هناك فما تصدقوش موسيقى ترجمة نانسي قنقر تطلع موسى حكدبين وعنبيه كدبين ويدو معجزات عظيمة وعجايب عشان يتويهوا لو أمكن اللي اختارهم الله كمان أهو أديني سبقت وبلغتك فلو ألقوا أهوه في الصحراء فما تخرجوش هوا في الأرض الجوانية فما تصدقوش لأنه زي ما البرق بيخرج من الشرق ويبان لحد الغرب أهو كده هيبقى كمان مجيء ابن الإنسان لأنه مكان ما بتبقى الجثة فهناك بتجمع النسور ووقتها بعد دية الأيام دي عالتظلم الشمس والأمر مش هيدي نوره والنجومة تقع من السماء وقوات السماء تترق وساعدها بين علامة ابن الإنسان في السماء وساعدها أتوالو القل قضايا للأرض وحيشوفوا ابن الإنسان جاي على أصحاب السماء بقوة ومجد كتير فحيبعد ملائكته بوء صوته عظيم فحيجامعهم اللي اخترهم من الأربع رياح من آخر السماء لآخرتها الثانية فمن شجرة التين اتعلموا المثل لم يبقى فرعاها طريق وطلع أوراها تعرفوا إن الصيف قريب أهو كده أنتو كمان لما تشوفوا ده كله يبقى عرفوا إنه قريب على الأبواب الحق أبقول لكو ميروحش الجيل ده لحد ما يبقى ده كله السماء والأرض عزول ولكن كلامي مش هيزول وأما اليوم ده والساعة دي فما يعرفش بيهم حد ولا ملائكة السماء غير أبويا وحده وزي ما كانت أيام نوح أو كده يبقى كمان ما جي ابن الإنسان لأنه زي ما كانوا في الأيام اللي قبل الطفان بيأكلوا ويشربوا ويجوزوا ويجوزوا لحد اليوم اللي دخل فيه نوح المركب الكبير ومعرفوش لحد ما جيه الطفان وخدت كل أو كده حيبقى كمان ما جي ابن الإنسان وقدها يبقى اتنين في الغيط يتاخد واحد ويتسبب تاني ستتين بيطحنوا على الرحاية تتاخد واحدة وتتسبب تانية تسارو بأ لأنكم متعرفوش فإنه ساعة يجي ربكم وعرفو ده إنه لو عرف صاحب البيت فإنه ربع من الليل يجي الحرامي كان سهر ولا سبش بيت ويتنهب عشان كده خليكم انتو كمان مستعدين لأنه في ساعة ما تفتكروهاش يجي ابن الإنسان فمين هو العبد الأمين العائل اللي قويمه سيده على خدمه عشان يديهم الأكل في وقته يبغت العبد ده إنه لما ييجي سيده يلقيه بيعمل كده ألحق أبعلكم إنه حيقويمه على كل فلوسه ولكن لو قال العبد السيء ده في قلبه سيده بيتأخر فيبتد يضرب العبيد زميله ويأكل ويشرب مع السكرانين and eats and drinks with drunkards حيق السيد العبد ده في يوم ما يستنهوش The master of that servant will come on a day when he does not expect him. وفتع ما يرفعش فيقطعه ويخلي نصيبه مع المنفقين هناك بيباليات وكاسي سنين هناك بيبالي ونصيبه ونصيبه هناك بيبالي ونصيبه ونصيبه